وحول هذا الموضوع مشاهدين معنا عبر الهاتف سعادة النائب بدر دوسري عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل مرحبا بك سعادتنا في نشرة ثالثة لو تحدثنا عن لقاء معالي رئيسة مجلس النواب مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ومع نائب رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل تم عقد لقاء برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي مارينا أرينا حيث استعرضنا التقدم اللافت الذي أحرزته مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجال رعاية حقوق الإنسان وبينا خلال اللقاء آثار التقدم في مجال حقوق الإنسان على مستوى التشريعات الناهضة والهياكل المؤسسية المتطورة والجهود والممارسات الواقعية التي تمثل ركيزة أساسية لكافة مسارات العمل الوطني وتفاعلت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وأبدت إشادتها بما تحرص مملكة البحرين على تطبيقه من استراتيجيات ومبادرات في المجال الحقوقي كما خلص الاجتماع للاتفاق على بحث التوجه المشترك لإيجاد آلية تواصل مستمرة وخلق حالة من الحوار وتبادل التجارب والخبرات كما عقدنا لقاء أيضا مع السيد مارك ترابيلا نائب رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي حيث شكل هذا اللقاء خطوة متقدمة في وجود رغبة أوروبية على تحقيق المزيد من الانفتاح على قنوات تعزز من مستوى التعاون المشترك وقد تبين خلال اللقاء أيضا مدى تأثير الدبلوماسية البرلمانية وما تركته من أثر في بناء العلاقات ثقة مع البرلمانيين الأوروبيين وهو أمر يعبر عن حجم الجهود التي قام بها مجلس النواب خلال هذا الفصل التشريعي بحرص ومتابعة من معالي رئيسة مجلس النواب سعدتنا بدر الدول سريع عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة النوعية دائمة للمرأة والطفل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر